طيب النهاردة الزماني خسر من برشلونة في كاس العالم الأندية 36-32 في ربع نهائي مونديال الأندية أو مونديال اليد قدمنات زمانيك مباراة قوية جدا جدا كان متفوق في الشوط الأول بنتيجة 18-17 تراجع طبعا الأداء وظهر طبعا فرق الخبرات وفرق السرعات في الشوط تاني ما بين لعبي الزمانيك ولعبي برشلونة الزمانيك رغم الصعوبات التي تعرضت لها قبل بداية المباراة ومنذ أصوله للأراضي المقدسة وليس من الجانب السعودي وفقا كمان للمسؤولين في الزمانيك اللي أكدوا أن الجانب السعودي يعني بيحاولوا يوفروا للبعث نهائي زمانيك كل شيء داخل سواء فندق الإقامة أو في التدريبات ولكن أزمة كبيرة مع اللجنة المنظمة للمونديال اليد زي ما تبعناها كلنا وهي تجاهل نادي الزمانيك ومسؤولين نادي الزمانيك من دعوة حفل الافتتاح أو حضور حفل الافتتاح في مونديال اليد ووفقا لحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة أكد لنا أنه لم يتلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للياد علشان يحضر طبعا الحفل الافتتاح ولكن الدعوة كانت موجهة لحضور أول المباريات في البطولة إلى جانب طبعا الأزمة الثانية اللي وجهت باعث نادي زمانيك هي عدم الحضور في مراسم طبعا الحفل الافتتاح أو عدم حضور الفريق بسبب التعارض مع التدريبات وأعتقد من المفترض أن اللجنة المنظمة المونديال اليد عرفة مواعيد التدريبات وعرفة مواعيد حفل الافتتاح وعرفة تواجد الفرق وهيتمرانه إمتى وهو الكلام ده كله ولكن طبعا وفقا لمسؤولين داخل الناتزة مالك أكدوا طبعا أن الأمر كان غريب بالنسبة لهم وده استدعى عدم تواجد الفريق كمان في حفل الافتتاح لكن رغم كده يعني ووسط مؤذرة جماهيرية غير طبيعية من جماهير أو من الجالية المصرية وجماهير نادي الزمالك داخل الصلاة المغطاة قدم نادي الزمالك مباراة مميزة جدا فيها حماس فيها قوة فيها رجولة في الأداء فيها يعني كل الأمور الفنية وتحديدا في الشوط الأول استحق بيها فريق نادي الزمالك أمام واحد من أهم الفرق في العالم فريق برشلونة أنه يحصل على إشادة من الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى جانب إشادة من كل الصحف الأسبانية التي صدرت بعد المباراة مباشرة وإشادة أيضا عالمية على أداء طبعا فريق كرة اليد بنادي الزمالك اشتركوا في القناة